أسمح لي أن أدعو معالي نائب رئيس مجلس النواب المصري السيد محمد أبو العنين لإلقاء كلمته ومن بعده الجنرال بريجا رئيس اللجنة العسكرية تفضل السيد أبو العنين مساء الكير السيدات والسادة إنه لم دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا ولو أني كنت أود أن أرحب بكل واحد فيكم على حدة لكني اعتذروا عن عدم قدرتي على ذلك وأود أن أتوجه بشكر خاص لمعالي السخير بدر عبد العاطي الذي يوجه لي هذه الدعوة الكريمة التي أتاحت لي فرصة لقائكم جميعا أصدقاء وزملاء قدامة منذ زمن طويل في البرلمان الأوروبي إني سعيد أيام سعادة بلقائكم جميعا إن هذه المناسبة التي نعودها نحن المصريين مناسبة عظيمة جدا إذ نحتفل فيها بأهم ثورة قامت في مصر فأول ثورة قامت في مصر كانت في عام 1952 وقادها الزعيم جمال عبد الناصر واليوم نحتفل بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ألفين وثلاثة عشر التي قادها الشعب المصري كله مدعوما بقواته المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا سعيد أيام سعادة بأن أتحدث عن هذه المناسبة وأن أرحب بكم جميعا وأن أقول شيئا عن المستقبل نحن لا نحب الحديث عن الماضي فالماضي قد ولي وقد سعدت بإجراء عدد من اللقاءات مع عدد كبير من الزملاء في البرلمان الأوروبي الذين أمى على فقه بأنهم يفهمون الوضع في مصر اليوم على حقيقته ويعرفون ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات العشر الماضية ما استطاعت مصر تحقيقه من إنجازات وما استطاعت أن توجهه من مخاطر بعد انتهاء ما يسمى بالعربي العربي معظم من قابلتوهم صباح اليوم يفهمون الوضع الحقيقي على الأرض المصرية في اليوم وأنا أقدر ذلك لأنه عبر عدد كبير من السنوات الماضية كان كثير من المعلومات المغلوطة تنشر هنا بيضا أن الجميع كان يدركوا أن الواقع يختلف تماما عما يتحدثون عنه فمصر اليوم مختلفة تماما الاختلاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات وإذا ما بدأنا نتحدث عما يحدث في مصر فإني أود أن أزف لكم بشرة تدخلوا على قلوبتهم جميعا السرور فسوف يتم فتاح أول متحف في العالم أجمع يعرض مائة ألف قطع أثرية في المتحف المصري الكبير أمام الأغرامات هذا شيء فريد من نوعه في كل أنحاء العالم ولم يحدث أبدا من قبل وأنا واثق من أن الجميع ينتظر استلام دعوة حضور هذا القدس وسوف يتم فتاح المتحف قريبا الخبر الثاني شكرا لكم شكرا لكم الأمر الثاني الذي أود أن أتكلم فيه هو مستقبلنا مستقبلنا اليوم إذ علينا إعادة تشكيل شرافتنا وعلينا أن نفكر في مستقبلنا لأني على يقين بأن كل القادة الأوروبيين يؤمنون بأهمية الجنوب لهم وأعتقدون أعتقد أن مستقبل الشمال مرتبط بالجنوب وهذا أمر صحيح هذا أمر صحيح وبعد جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية علينا أن نعيد تشكيل صداقتنا وعلينا أن نفكر في الطريقة التي يكمل بها بعضنا بعضا وكيف نبدأ عهدا جديدا لبناء وضع وضع جديد الجميع فيه رابح لبناء مستقبل جديد نستفيد فيه من كل الإمكانيات الموجودة في الجنوب وحين أتحدث عن الجنوب فإني أتحدث عن شمال أفريقيا الذي يمثل جنوب أوروبا وما يمكن أن نفعله معا تعلمون أن بمصر إمكانيات عظيمة في مصر استطعنا أن نحقق في ست سنوات ما لم يتحقق في 25 عاما فمن العام 2013 إلى العام 2020 بالأقام تضاعف إجمالي النادل الوطني 5 مرات شققنا 25 ألف كيلو متر من الطرق شيدنا 27 مدينة جديدة بجوار المدن القديمة تمثل إضافة بالنسبة 7% إلى إجمال مساحة مصر إن متابعي مصر عبر التاريخ يعلمون أن جميع سكان مصر يتركزون في ملازين عن 6% من إجمال المساحة على ضفاف النيل وأن باقي المساحة صحراء خويل اليوم تفيد التقديرات بأن المساحة المأهولة بالسكان قد وصلت إلى 14% من إجمال مساحة مصر وتشير تقديرات أخرى بأن من المقدر أن تصل هذه المساحة إلى 33% عام 30 لقد وضعنا رؤيتنا على أساس أن نصبح واحدة من أكبر 30 دولة نامية العالم ندعو أننا الحديث عن الفرص والاستثمار وندعو سمال أنا المستثمرين الذين تربطن بهم علاقات قوية من الاستثمار في خطات كثيرة مثل الصناع والزراع والغاز الطبيعي والكهرباء إننا أطلقنا مشروعا كبيرا للكشف عن النفط والغاز وأنه بعد أن كانت مصر تستورد منذ عشر سنوات نفطن الغاز بمليار دولار فإننا نتمتع بفائد نصدر منه بما قيمته 14 مليار دولار نصدر مفائد الغاز والنفط والكهرباء نصدر أدنى القهرباء الآن إلى مصر نظر زمال أنا المستثمرين أن ياتوا إلى نفط ويستثمروا في الطاقة المتجددة والتنطيب عن الغاز والنفط وتصدير الكهرباء للدول الأفريقية فأنتم تعلمون أن مصر تتمتع بلاقات قوية مع قارد أفريقية التي تضم 54 دولة والمستثمرون الذين سيستثمرون في مرسل ستفتح لهم كل هذه الأسواق إذن أمامكم السوق الأفريقية المتمثلة في 54 دولة أمامكم السوق في كل مطاقة أشرق الأوسط المتمثلة في 22 دولة أخرى وأمامكم أيضا السوق الأوروبية التي تتمثلون نهاية أعتقد أننا قد حانى الوقت التفكير في المستقبل وفي إعادة تشكيل المستقبلنا والخلق وقل لا خسرة نرحب بإنشاء مجمع صناعي جديد مجمع صناعي جديد في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس لدينا الآن مجمع صناعي صيني ومجمع صناعي روسي فلماذا لا تقيم مجمع صناعي أوروبيا لقد حانى الوقت أن تأتوا وأن تستثمروا باسم المجموعة الأوروبية كاميرا وأن يتم كل هذا الانتك في منطقة تجارة حر ويتم إعادة تصديره إلى أوروبا وإلى القارة الأفريقية وإني على يقين بأن الفرص التي يضمنها قانون الاستثمار تدعوكم جميعا للقدوم والاستثمار في ميزم ويضمناتهم كاملة تضمن لكم الملكية الكاملة بالنسبة 100% لمسروعاتكم وتصدير كامل إنتاجكم إلى الخالج والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحر مع كل دول القر أعتقد أنها فرصة ثمينة أن تأتوا وتجلسوا معنا كي نفكر ما يمكن أن أتطمعا في مصر اليوم مات جامعة جديدة تعلم شبابنا فمصر بلد الشابة 65% من سكان مصر تتراوح عمرهم بين 16 و 35 عام هذه الموارد البشرية ولي لأؤمن أننا ليهما بمواردنا الطبيعية ومواردنا البشرية المتمثلة في الشباب القوى العاملة يمكننا عمل الكثير وكثير معا المستثماراتكم وتجاراتكم في مصر أرقامها متوضعة نحن بحاجة إلى مضاعفاتها أضعفا مضاعفة أتحدث عن مصر وعن الفرص المتاحة يستمروا التجارة تعالوا إلى مصر واستمتعوا بالسياحة فيها لاست أدري كم منكم سافر إلى شرم الشيخ أو إلى الغردقة أو إلى الساحل الشمالي تعالوا شاهدوا الجمال الطبيعي تعالوا واستمتعوا بالغطس ومشاهدة الشعاب المرجانية الحية والمشاهد الطبيعية وقف شوخ الشمس والغربية وهي مشاهد لا تجدونها إلا في مصر إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر في زيادة مستمرة ونحن نستهدف الوصول إلى استقبال 20 مليون سائح هذا العام أعتقد أن مستقبلنا معا بحاجة إلى على التشكيل نحن بحاجة إلى التحدث إلى حكوماتنا تعالوا إلى مصر سائحين ومستثمرين وأصدقاء وزملائنا فدائما وأبدا أهلا بكم فالفرص هنا كثيرة والإرادة السياسية قائمة والكل يعلم ما حققه رئيسنا في خلال عشر سنوات وهما لا تخطئوا العين وأنا سعيد بن أرى كل يوم مسؤولين من الجماعة الأوروبية ومن البرلمان الأوروبية تون إلى مصر للمشاهدة والدراسة والحديث مع الممسؤولين كل هذا يحدث لأن مصر بلد مستقر وآمن بعد حرب طويلة مع الإرهاب لقد نجحة مصر في استئصال شفة الإرهاب ودحره لتصبح بلداً آمناً ومستقر وهذا أبر جوهري وأسهي بالنسبة إلى مستثنين لا أريد أن أطيل عليكم فالأخبار عندي كثيرة لكن في الواقع سعيد جداً وأسمحوا لي نيابة عن مجلس النواب المصري أن أتوجه لكم جميعاً بالشكر على التوضور إلى بصر معاطب أمنياتنا أصدقائي وزملائي الأعزاء إذا نظرنا للعام الماضي أستطيع القول بفخر أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تزايد مستمر وتزداد قوة وفي حركة مستمرة أما على الجانب السياسي فهو يتمتع بنشاط كبير وتعاون مستمر لحل القضايا المهمة التي تشغل الجميع مثل استقرار المنطقة ومواجهة الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب في هذا العام مصر والاتحاد الأوروبي تشارك رؤيتهما خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أقيم للمرة الأولى في مصر والذي سيكون أيضاً خلال العامين القادمين وكذلك تعاوننا أيضاً بشكل فعال مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام بالشرق الأوسط والتي تمثل الجوهر الرئيسية لكل الأمور في المنطقة ودعم الجهود في المجتمع الدولي لخلق وتحقيق سلام دائم وشامل بين الجانبين الفلسطينية والإسرائيلية اعتماداً على حلول وقرارات مجلس الأمن لإقامة دولتين تتضمن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وبحدود 5 يونيو عام 1967 وأيضاً تأسيس العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتقدم جنباً إلى جنب من خلال التواصل بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي وظهر ذلك في تبادل الزيارات رفيعة المستوى والحفاظ على الاتصال الدائم بين القاهرة وبروكسل وكذلك زيارة الرئيسة أورسلا فوندرلاين وشارل ميشيل للقاهرة في نوفمبر الماضي وكذلك اجتماعهم مع الرئيس السيسي في الشهر الماضي في باريس كل ذلك يمثل شواهد ودلائل على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذلك تبادل الزيارات التي حدثت مؤخراً من قبل مسؤولين رفيعة المستوى كزيارة جوزيف بوريل لمصر وزيارة نائب الرئيس المفوض سكيناز وكذلك زيارة الجنرال بريجا رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي كل ذلك يمثل شواهد ودلائل على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي لقاءات ماراثونية لوكيل المجلس النائب محمد أبو العنين داخل أروقة البرلمان الأوروبي في بروكسل فقد التقى أبو العنين مع مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان الفاعلين كرؤساء اللجان الرئيسية ورؤساء المجموعات السياسية والحزبية وأعضاء من لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع خلال اللقاءات تمكن النائب من تصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة لدى عدد النامين النواب عن مصر كما قدم سيادة النائب شرحاً وافياً عن آخر التطورات السياسية والاقتصادية في مصر خلال السنوات العشر الماضية والإنجازات التي تحققت على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولاً إنما سيجب أن يجيلها ويختمها المصريون وأود أن قرر أن لديكم قيادة قوية لديها نهجوها الخاص في إدارة بلدي هذا أول شيء يحكم بلدك بطريقتك ولا تستمع إلى الأجانب فكيف يقولون لك كيف تحكم مصر وهم لا يعرفون عنها شيء فكل بلد يجب أن يحكموا أبنائه الوطنيون أتطلع لبناء علاقات طيبة ومصالح مشتركة فمصر الآن نموذك الاستقرار وغلبية سكانها من الشباب المتعلمين تعليمان جيدا ومستقبلها واعد ومن المهم أن نقيم صداقة وشركة مع مصر ويجب أن يعي الجميع أن مصر تدار بالطريقة المصرية ويجب أن تدار أوروبا أيضا بطريقة الأوروبية وإذا ما تم ذلك فسوح أسبوح هناك مجال للصداقة والشهر باللسبة لنا أمن المواطنين والسائحين في مصر أولوي فلن نقبل بوجود أي جماعة إرهابية في مصر أو في الاتحاد الربي أو في العالم لا نقبل ذلك وهذا ما نحاربه لذلك نتواصل بشكل وثيق مع حكومة الرئيس السيسي ونعلن بشكل واضح دعمنا الكامل لمكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة التي كانت تعمل في السيناء وبهذا المنطقة ولدينا هدف مشترك هو الاستقرار والرخاء في مصر فالمصريون شعب مسالم ونحن نتطلع إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وبالنسبة لها فالإنجازات التي يحققها الرئيس السيسي واضحة للجميع بما يدعو مجل للشك ولابد أن يستمر ما بيننا من حوارين وتعاون طبعا زي ما أنت شايف كده أنه في بعض الناس عندهم معرومات مغلوطة وأعتقد من وجبنا احنا كبرلمانيين أن احنا نيجي ونشرح ونفهم الناس ونصلح كل المعلومات المغلوطة الناس هنا فئر الناس هنا عاوزين يعرف الحقيقة وعاوزين يأخذوها من مصدر موصوق فيه وعاوزين يسمعوا وجيتين النظر لما يكون وجيت النظر حقيقية وصحيحة بيختنعوا بيها فأنا عايز أقولك يعني مش أول مرة نعود مع أحد عشان أشرح له الموقف لأ حصل لأنا عادت معلاش كثير جداً هنا وغيرت أراءهم وفي أمريكا وغيرت أراءهم وفي الكونجرس الأمريكي وغيرت أراءهم وفي الأمم المتحدة وغيرت أراءهم ده لأنه الناس الناس ممكن بيسمعهم الطرف واحد لكن لما يجي الطرف ثاني يقوله لا تا الحقيقة ايه ويسبتها له بالصور وبفيديوهات وبمستندات ويشرح له الموقف ايه بيختنع على طول ده واجبنا أنا أعتقد أنه فيه يعني الجو دلوقتي أحسن كتير أو من ثلاثة أربع سنين فاته وبقت فيه قلة قليلة اللي هي بدأت النهاردة تعرف أنها كان عندها معلومات غلط ومصدر المعلومات الغلط ما عادش يسخوا فيه وبدأوا يتحسنوا ويتحسبوا أنه فيه فرصة كبيرة في مستقية الحكومة المصرية وفي مستقية رئيس مصر وفيه إمكانية عمل تفاعل كبير ينتج عنده مصالح للطرفين وخصوصا من الناحية الأمنية ومن الناحية الإستثمارية ومن الناحية الصناعية ومن الناحية العمرانية ممكن جدا مشروعات ضخمة جدا هم يشاركوا فيها عندنا وإحنا ممكن قوي نشارك عندهم هنا برضو بمنتجتنا وبتصدرنا للغاز وبتصدرنا للطاقة وبمشروعات الحيوية اللي تمثل فيها ثلاثة الإمداد خطورة كبيرة جدا عليهم بنتكلم على مشروعات ضخمة تقدر تفيد القرر الأفريقية كلها من خلال نحن ممكن نتكلم على الموقع الجغرافي بتاعنا نحن الفريد اللي ممكن يساعدهم في حاجة جدا عبر التجارة الدولية ممكن قوي نشعر إنه ده البرتنر الحقيقي وده اللي أنا بتكلم عليه بقول إحنا عاوزين جيل جديد من الشراكة جيل جديد من التعاون بفكري جديد فكري تعالى بقى أنا أكسب وين وين تعالى بتعاون مع بعض في ايه في مشروعات المستقبل عندك ايه تكنولوجي ده تعمله عندي عندك مشروعات ايه تقدر تعملها عندي وتمول من عندك عندك مشروعات ايه تقدر تربي فيها جيل جديد صناعي عندي أنا عاوز أتكلم على توطين الصناعات معينة في مصر وعاوز أحط الصناعات دي في أماكن محددة عشان أعمل التقاصل الإنتاجي وفي نفس الوقت أأهل الشباب بتاعنا احنا للصناعة الحديثة للصناعات المستقبل اللي ممكن تتصدر لأسوأ العالم كلها الحقيقة الفكرة ده محتاج بقى الاسترس عند الفترة اللي جاية من الحكومة كلها ومن البرلمان ومن الزيارات المتبادلة ونبدأ نفكر مفيش داعي برضو ان نقعد نتكلم وخلاصة عاوزين حاجة عاوزين حاجة حاجة نخش بمشروعات نخش بأفكار جديدة احنا عاوزين نحقق الأفكار دي عاوزين نفكر في مشروعات للتعليم مشروعات للصحة مشروعات للصناعة مشروعات مشروعات للخدمات وتجارة الخدمات مشروعات لصناعات المستقبل دعم فيها ايه كل ده اجب ان احنا يكون عندنا نشط المبادرات ونخش بيها ونسوقها ونرواجها ونتكلم مع شركاءنا هنا ونشوف البارتنر من قطاع الخاص او من قطاع الحكومة ونشوف التمويل يمشي ازاي حاولين نلم الدور ونجد ان اكتب في القصة دي ده دور كبير قوي القطاع الخاص يعمله والحكومة معها تعمله السابورت والبرلمانيين ان هم يساعدوهم ويجمعوا العلاقات مع بعض على صعيد اخر نظمت السفارة المصرية ببروكسيل احتفالا كبيرا بمناسبة العيد الوطني المصري الاحتفال اقيم في المتحف الملكي البلجيكي للفنون والاثار في سابقة هي الاولى من نوعها بعد عسف النشيد الوطني المصري والبلجيكي افتتح السفير بدر عبد العاطي الاحتفال بكلمة رحب فيها بالحضور الكبير متمنيا كل الخير والاستقرار والتقدم لمصر بدوره قدم النائب ابو العنين ضيف شرف الاحتفال خطابا جامعا شامل عن كل التطورات السياسية والاقتصادية في مصر داعيا الجميع الى الاستعداد قريبا للمشاركة في الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف الكبير ما استدعى تصفيق الحضور ايجاب ايجب اليوم مختلفة ايجاب 10 سنوات ايجاب وقنا برؤية ما بين قلما يحدث في ايجاب انا بجلس لك بتقول ما تجعلوا كل قد جدًا الأولى الآن هو آخر مجتمع العظaver الجميع مجتمع الوظيف الموجود اللولوية التي تكون كثيرة كم ت Passion من جانبه اوضح جنرال روبرت بريغر رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الاوروبي والعائد للتو من زيارة للقاهرة ان اوروبا بحاجة الى شركاء اقوياء في الجنوب يتمتعون باكبر قدرنا من الاستقرار على غرار مصر مقتتما حديثه بتهنئة الجميع بالعيد الوطني المصري السفير انريكي مورا نائب منصق السياسة الخارجية والامنية الاوروبية المشتركة اعتبر في كلمته ان هذا الكم الهائل من الحضور وعلى اعلى المستويات يوضح بما لا يدع مجالا للشك المكانة الحقيقية لمصر في اوروبا الى جانب المتحدثين الرئيسيين شهد الاحتفال حضور اكثر من 700 شخص على جميع المستويات السياسية والعسكرية والدينية اضافة الى اعضاء من البرلمان الاوروبي والبلجيكي وجميع اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في بلجيكا ولفي فينا من رجال الاعمال واصحاب الشركات ناهيكا عن مجموعة من ابناء الجالية المصرية يذكر ان ميسكا ختام الاحتفال كان بتحية شكر من القلب من ابناء الجالية المصرية في بروكسل للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل الانجازات التي حققها خلال العشر سنوات الماضية مجد يوسف فصد البلد بروكسل تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هذا البرنامج برعاية اس بي موسيقى من اللحظة اللي بتولد فيها ابنك او بنتك بترسم مستقبلهم في خيالك بس هانا بنتي قصة داني عايزة تركيز واهتمام تخيل لو عندك اولاد كتير اكيد الاهتمام هايات واكيد عمرنا ما هنخلي اولادنا يصاروا لحلمهم كل ما عدد الاولاد قال كل ما الاهتمام زاد حققوا حلم ولادكم لان العدد مش في صلاحهم ما تخليش حلم يبقى حمي كل معلومة عن تنظيم الاسرة هتوصلهم لحلمهم اتصل على 19 559 قطع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان حلمهم يبقى هيا دي حقيقة ولا شو حد يقول لي يا ناسا هو هيا دي حقيقة ولا شو حد يقول لي يا ناسا هو دي كثيرة شب ولا بي طب ويسا حب بصري